مشهد افتتاح قناة السويس الجديدة سيظل محفوراً في ذاكرة الوطن مشهد إن صح التعبير يوصف بأنه إنجاز مصري حققه تكاتف الشعب خلف قيادته فكان التحدي الاقتصادي الأول والأهم للمصريين الذي كان خطوة رئيسية وضوء أخضر نحو المزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي أعادت للدولة المصرية نموها وتطورها عالمياً قصة نجاح حفر قناة السويس الجديدة بدأت عندما أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء في مشروع حفر القناة ووضع التحدي بإنجاز المشروع خلال عام واحد فقط فكانت النتيجة هي الحجدة الشعبية وراء المشروع وإقبالاً غير مسبوق على شراء شهادات استثمار قناة السويس لتمويل المشروع الذي تكلف 60 مليار جنيه وخلال أقل من أسبوعين أعلن البنك المركزي غلق باب الاكتتاب في شهادات قناة السويس في الخامس عشر من سبتمبر عام 2014 بعد أن وصلت حصيلة بيع شهادات استثمار القناة إلى نحو 61 مليار جنيه منذ بداية الطرح عن طريق البنوك يوم الرابع من سبتمبر عام 2014 وفي السادس من أغسطس عام 2015 كانت البلاد على موعد مع افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة بعد عام واحد فقط تنفيذاً لوعد الرئيس السيسي حيث شهد حفل الافتتاح مشاركة دولية عالية المستوى وتم الإعلان عن تحقيق قيمة مضافة جديدة للاقتصاد المصري حيث أدى المشروع إلى استيعاب قناة السويس للسفن العملاقة بغاطس 66 قدم وهو ما ساعد في زيادة دخل القناة اليوم وبعد مرور ست سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة يحق للمصريين أن يفخروا مجدداً بما صنعته سواعدهم ليبقى الممر الجديد شاهداً على تحقيق الإرادة إلى جانب أهميته الاقتصادية والاستراتيجية وبلغت كمية أعمال الحفر 258 مليون متر مكعب بتكلفة تقديرية 4 مليارات جنيه بينما بلغت إجمالي أعمال التكريك 242 مليون متر مكعب بتكلفة تقديرية 15 مليار جنيه ووفقاً للإحصاءات فقد مرت 90 ألف سفينة بالقناة بإجمالي حمولة 5.5 مليار طن بين 2015 و2020 مقارنة ب86 ألف سفينة بحمولة إجمالية أكثر من 4.5 مليار طن بين 2010 و2015 وتستهدف القناة ارتفاع أعداد السفن المارة والعائدات إلى الضعف بحلول عام 2023 وفق الخطة الاستراتيجية ومع الاحتفال بالذكرى السادسة لقناة السويس تصادف حادث جنوح السفينة البنمية مما أدى إلى غلق المجرى الملاحي للقناة ولكن نجح المصريون في تلك الأزمة أن يسطروا إنجازاً جديداً بسرعة التعامل مع الموقف وتغلب عليه وهو ما أكد من جديد على قدرة المصريين إدارة هذا المرفق المهم ليس لمصر فقط بل للعالم أجمع وحركة التجارة العالمية